السلام ورحمة بالقناة ماش نحك علي تنتر اكسندر نور دي ان ميش نتاول برشا تنتر اكسندر نور حطيتو في تشكيله متى احسن حديش لعب هير الموصب حطيتو كافظر افضل لهير اي من فى العالم هاكم ريتو اليوم شاش عمل اش نعمل معناها ما حد ما يناقش لي ماذا اخر يقول يراوه فم الكوخي من اكسدر نور فما كرفخال فما سيميدو برشا برشا اراء ريتو فما وولكر اليوم من اليوم هاكم ريتو شعمل تنتر اكسندر نور حتى احد ما عادش يناقشني انه تنتر اكسندر نور ما يستحقش جاييست افضل راهير اي من فى العالم وطانو انتخاذ اي من القادمة كيفاش روبردسون ايضا لم يتبرتش نفس الامر بشرته روبردسون لانهم ليبربول تعاول بسبب كبيرة عاللاعبين هرومن وهو مهم فى قصرية حتى هذا الطرف في اداء الوجب متاحهم الهجوم والدفاعي بباش نحكي على المقابلية خصيصا انتصر في ليبربول 4-0 بفضل اللاعب واحد اللي هو بفضل اكسندر نورد مع فرمينو اللي حق الدوبلي النورد حق الهدف وزوز الاسيستيت يعني رينا مباراته ورينا مهرجين كبير قرنبير واستعرار لتكتيكات كلوب اللي تفوقت على تكتيكات مودير بيستر سيتي اللي اليوم ملاشنا ودخل دخل المقابل في بلوش يلعب مع ايفرتون وش يلعب مع وولفز اللي يلقى روح ويلعب مع ليبربول اعتباره فيقوة قولوا لكوا تلعب مع ليبربول يجمع ورد يلعب مع ليبربول بنفس التكتيك يلعب بمع وولفز ما بداش تكتيك حتى شوية هذا هي الخطأ اللي يقع فيه مدارة بليستر سيتي اليوم مبل يكلفه بشيكل اربعة أمام جمهوره وفي ميدانه وفير قوي 13 نقطة باي باي ليبربول كامبيوني مستحيل توا يعني انا هانا من توقع تلكم ليبربول كامبيوني من توا 13 نقطة على على ليستر سيتي مازال تردو مباراة سيتي ربما تفوز وهو ليفرق بين سيتي وليبربول احداش النقطة يعني باي باي ليبربول كامبيوني ساي سناء البريمير ليغ تتحسين من ليبربول بعد تحسين سناء من الغياب ثم ربما كالامثال الأخيرة ربما تغلط ليبربول أمام سيتي لكن اليوم ليستر سيتي يودع رسميا مصابقة البريمير ليغ بعد هذه المقابلة لانه ما عادش عنده مقابلة في مواجهة مباشرة مع نادي ليبربول باي خلا نحكيوها المقابلة هذية توا بعد ما عكينا على الكامبيوني وليبربول وفالباي باي باي البوتورة الإنجليزية نادي ليستر سيتي بدا بشكيت 4-1 4-1 نادي ليبربول بدا بشكيت 4-3-3 نادي ليبربول نفس التشكيلة كالس العالم يعني هي بدا خلاع حتى في الوسط كالتغييرات على المقابلة السابقة اندرسون كايتا فينالدون اندرسون كلاعب ارتكاز بعد إصابة فابينو فابينو يتمنى أنه يرجع لأنه اندرسون صراحة مهوش قايم بالنبو اللي كان حتى فيه فابينو فابينو كفي مستوى اليوم ما نلقاه اللاعب اندرسون في مستوى آخر بعيد عن يجم الموش قاعد يغطي برسع الكور في وسط الميدان بيني ليبربول بدا يلعب على العرضيات ويحاول يتقدم الهجوم ناديلستر سيتي كان يلاقي مشكلة بسيطة في الخروج بالكورة ولكنه نجح في الخروج بالكورة نادي ليبربول كان يصال الضغط عليه فتمشي الكورة على الجناب ثم يحاول يستغل العمق في اتجاه فردي ما كانش ناديلستر سيتي سيئ جدا في الخلال الفترة الأولى عادة فترة أولى جيدة بصراحة 30 دقيقة الأولى بتاع فترة الأولى عداها جيدة ناديلستر سيتي وقام بتكتيك ممتاز أنه يعادل الكورة في البروفوندور يعني في العمق في تجاه فردي في ظهر اللاعبين جوميز واندايك اللي صراحة ما كانو جيدين برشا في شوط الأول في شوط الأول فقط ما كانو جيدين برشا بيريرا تشيلويل كورة تتقل من الوسط من الدفاع الجناب كورة تمشي بمارة الماديسون في استغلال نقطة ضعف أنه اندرسون ما كانش حاضر لهم بامتياز فانه كان يتقدم الوسط أكثر ناديلستر سيتي وبلك الجزء كبير موسط الميدان لك اللعبة لليستر سيتي ونيدي ليفربول صراحة ما كان جيد جدا في الثلاثين قالوا لا قالوا لا سيطرة لليستر سيتي وارح لليستر سيتي هو كان الأقض بالتهديف وبعد جيد ثورة متاع ليفربول ليفربول بقى يرعب شوية على مساحات في الفترة اللي كان فيها لليستر سيتي يبني في الهجمات كان نادي ليفربول يعبر مساحات لأنه نادي لليستر سيتي كان يخلي في برشة مساحات لكن اليوم أثبت محمد صلاح وصد يوماني أنهم خارج حسابات نادي ليفربول صراحة بصراحة يعني قلوا أنه صلاح وماني الزوز ما همش هما الأظهر ما همش هما الأعمدة متاع ليفربول الأعمدة متاع ليفربول هما ألكساندر أنود وروبيرتون ومعاهم فيرمين هنا هما هما الأعمدة والاتكاز بتاع نادي ليفربول اللاعبين الأساسيين اللي عاول عليهم ليفربول شي قلع الفوز متاعه من مختلف الملاعب في البرمير ليغ يعني قيطار كله بمرض يمره يمره مرسيق وحتى حد زرامة شكون هذين اللي نجم يفوز على ليفربول السناء بهذا الإفكتيف اللي عنده سعيب ياسر أن يكيبها تخرج تفوز على ليفربول بالليفكتيف اللي عنده سراحة ربما هو كان واحد يحكم التكتيك متاعه ينجم يخل بتاعه اللي كباش تفوز على ليفربول مستحيل به نادي ليفربول بعد الاستفاق متاعه ولا يلعب في الكور ما بين اللاعبين كيتا كيتا وإندرسون والثنائية كيتا وألكساندر أنود خاصة فانو نادي الاسترسيتي حق حيحاول أنو يكفف الدونسيتي متاع جوهات في وصف في منطقة الجزاء هذك اللي قاعد يلعب لي ما قاموش ما فهم تشيلويل و بيريرا ما كانوش يضغطو على الظاهرين ألكساندر أنود و بيتسون باش يمنعوه من سانتر كورا وواعدوا يتقدموا الهجوب لا كانوا يتكتلوا أيضا في منطقة الجزاء هذي النقطة يستغلى ألكساندر أنود و تمكن منها من شاعة يزور أسيست نفس الشرق شاعة أسيست على المين أسيست على السار وهدف على المين هذي هو اللي يشتغلوا اللعب ألكساندر أنود العرضيات اللي يلعب عليها ليفربول و يلقاها ديما صارحة لكل مكان وزمان العرضيات على ليفربول يوم جيت عن طريق ألكساندر أنود المرة الجايتي عن طريق لبيرتسون مرة الجايتي على ألكساندر أنود نادي ليفربول نادي على الرياضة بمتياز مع بصراحة تنظيم ماهوش منظر جملة نادي ليستر سيتي بصراحة وراء أكد هنا هدف الرابع يعني كورة عندك في التماس لعبين كل ماشيين تمام بخلين المساحات بخلين المساحات في الدفاع بالتباع على ألكساندر أنود بيشتغل المساحات هذي ويسجل هدف يعني بصراحة كافة تشوفوا فيها اليوم أمام ليفربول شاويرا حلوها لهم في الهدف الرابع برشا كورة خيرا ماستغليش نادي ليفربول كما يلزم خاصة محل لعب محمد صراح ما كان جاي اليوم أ من الدخال في بلاست لعب كيتا لانا في بلاست اندرسان دخل وريقي في بلاست اللعب صراح منا صراحة اعطانا ايد جيد في مسانته الهجمية خاصة نفس الدولة كان قام بي كيتا قام بي مندر كيتا بصراحة يوم عدم مقابلة جيدة ومتلس جدا في الدفاعي والهجومي انه كان يتقدم من الوسط ويخرق رينا ببطش السلسل امتبع مراوغات قام بيها كيتا وصل بي الوجوب في عدد المنسبات كيتا بصراحة اليوم اعطى اداء جيد خير من اندرسان انا نشوف كياز عفربينيو اندرسان شيقة روحه اوت والبرة من تشكيل تادي ليفربول نتعادوا للبلان بشتحل المقابلة هذي بشكل افضل تكتيكيا خاصة كيفاش كل مدرب قراء الفريق الخاص هذي هو البلان اللي حضرناه لكم اليوم في مقابلة الستر سيتي وليفربول نادي الستر سيتي تشكيلها 4-1-4-1 ظاهرة نادي ليفربول 4-3-3 مع السعود الظاهرين روبرتسون والاكسندر ارنولد نادي ليفربول كالعادة يلعب عرضيات اكسندر ارنولد وروبرتسون نادي الستر سيتي بصراحة كالعادة يلعب على سعود بيريرا من هنا أكسندر ارنول كان يتأخر روبرتسون والاكسندر ارنول كان يتأخره والكورات اللي تجي في ظهر فاندايكو جوميز بيريرا مرات من تشيلويل مرات كورة تمشي في الوسط لان كايتا وفينالدوم كانوا متقدمين فانو يخلق نوع من الكثافة هنا في وسط الميدان نادي الستر سيتي بالاربعة واحد الاربعة واحد اللي متاعه كان يخلق نوع من الكثافة واندلسون ما كانش حاضر اليوم في تغطية المساحات هداك عايش نادي الستر سيتي يلقى روحه في اول مباراة من خلال وسط الميدان نتاعه من خلال الكورات اللي تجي في ظهر فاندايكو جوميز المكنون جيدين فالفترة الاولى يعني في 30 دقيقة الاولى كما قدركم في التحليل فيما سبق وانبعد نادي اليفربول بدأ يخفي زيهم الأمور بدأ يبادر وبدأ يعطي في وجه الحقيقي ويتخلص من نادي الستر سيتي ويارمي فيه وينما جاء يعني نادي اليفربول يوم اعطاه اداء مشرف وباهي برشة بيسعود الظاهرين روبرتسون والكسندر النورد كيتا هنا والكسندر النورد كانوا يقوموا بثنائيات مع بعضهم معهم اللعب اندرسون وفينال دوم فانو كانوا يتخلصوا من اللعب الوسط متاع نادي الستر سيتي وكل ما نادي الستر سيتي حسب يختار فانو تشيلوي يرجع في المنطقة ما يقعدش في المنطقة ذي بشي يحاصر اكسندر النورد كان يرجع يتكتل ويخلقناه وعمل الكثافة حتى ان دي دي كان يرجع يخلقناه وعمل الكثافة في دون سيتي في وسط الكادر متاع مدق الجازة اكسندر النورد كان يقدمه خراحته بصفة كبيرة اكسندر النورد يوزع في الاتجاه فرمينو يعطي برشا كورو برشا اضافات اكسندر النورد للهجوم ويتمكن من خلق الكثافة في الكثافة يعني في التوزيعات يعني فرمينو هناك نحرر كل التوزيعات عدم تنظيم نادي لستر سيتي يخليها الركة وكان ساعات يعني نادي ليفربول يستغل كالمساحات ليخليها نادي لستر سيتي في الخلف لانه كان الستر سيتي تقدم للهجوم فانه كان الكوارت سانتر ما هنا من اندرسون تصل محمد صلاح وفرمينو محمد صلاح وفرمينو ماني كانوا يلقى في رواحة في مرجات اربعة فانه كان مساهل عليهم ان يسجلوا ولكن ما قاموا مستجيلة لمغربة يعني انهم ما نجموش يسجلوا امام تشيلويل وسونشو ويفانس وبريرا هذي هو التحليل المتاني لهذه المقابلة في البلان لعددنا لكم البلان وواضح كيفيش نادي ليفربول تفوق على نادي لتر سيتي تفوق كبير بدون ادنى شك